اهلا بكم مشاهدنا الكرام جزء اخباري الثانية من قناة المرابطون يوصل الرئيس الموريتاني محمد العبدالعزي سيارته لولاية العصابة حيث سار صباح اليوم ضمن محطته السادسة مركز هامد لداري وقد وصل الرئيس المركز لداري قادما من مقاطعة بومديت حيث زار مركزها الصحي واحدى مدارسها الابتدائية من ناحية اخرى تعاني بعض المدن والقرى في ولاية العصابة من موجة عطش تتفاوت حدتها من مطقة اخرى وقد لحظ خلال زيارة الرئيس الموريتاني محمد العبدالعزيز للولاية رفع عشرات المواطنين لحاوية مياه فارغة تعبيرا عن العطش الذي يعانون منه خلدت موريتانيا ذكرى اليوم العالمي الكتاب وحقوق المؤلف الكتاب وحقوق المؤلف الذي يحتفى به في الثالث والعشرين أبريل من كل سنة خلدته تحت شعار الكتاب الموريتاني والتحديات الثورة الرقمية للاحتفاء شمل عرضا للكتاب بينهما لوامع الدرار الذي يقع في 15 جزءا فتح المجيد في شرح رسالة أبي زيت كما نظم على هاميش معرض الإصدارات الموريتانية الجديدة انطلق بالعاصمة ملتقا لخبراء بلدان اتحاد المغرب العربي يناقش وقع الحماية المدنية في الدول المغربية يبحث آليات النهوض بها ويأتي الملتقى قبل اجتماع مرتقب الأسبوع القادم لوزراء داخلية دول المغرب العربي يبحث ذات الموضوع المتعلق بالحماية المدنية نددت رئيسة حزب الأمل تحية بنت الحبيب بما سمت تغلغل الشيعي الصفوي في موريتانيا دعية إلى دورة تصدي له وقالت بنت الحبيب خلال هدوة نظمها حزب الأمل حول التغلغل الصفوي الشيعي في غرب إفريقيا والوطن العربي إن من سمتهم بدعاة المذهب الهدام أطحوا يتحركون بحرية تامة ويوظفون إمكانياتهم المادية للتأثير في أوساط المجتمع بدأت بجامعة واكشوت انتخابات مجالس الطالب التي تتنافس عليها تسع نقابات طلابية يناهز عدد المسجلين الذين يحق لهم التصويت في هذا الاقتراح حوالي عشرة آلاف طالب أغلبهم بكلية الاقتصاد والقانون تعتبر هذه الانتخابات الأولى في جامعة واكشوت منذ إلغاء نتائج انتخابات عام 2011 على إثر خلافات شهدتها الجامعة أنذاك وتحولت لاحقا إلى مواجهات قالت كتلة الخيار الأدبي إنها ترفض قرار اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين القاضي بإلغاء انتساب بعض الأدباء والكتاب معتبرة إياه إقصاء وإجراء غير قانوني وعبرت الكتلة عن دعمها لمرشح تيار الوفاق لرئاسة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مؤكدة أنها تتقاسم معه ذات الأهداف والرؤى للنهوض بالاتحاد نهاية الموجز سيدنا الكرام يمكنكم متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك واللهر على الشاشة الثالثة موجز إخباري آخر في أمان الله اشتركوا في القناة